في هذه الذكرى العاشرة لاستشاهد المرحوم كامال عماري رحمه الله تعالى لابد أن نتذكر على أن هذا الملف لا زال مفتوحا وأن تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية لا زال مطرحا صحيح على أنه حصل هناك تقدم طفيف فيما يتعلق بمسؤولية الدولة عن هذه الجريمة سواء من خلال المصدر القضائية التي كانت فتحة والتي خرجت من سياق الحديث عن الحاديث العارضي إلى الحديث عن وقوع ضحية اعتداء في سياق قمع وقفة من وقفات عشر فردية في مدينة أسفي لمعنى أن هذه المتابعة القضائية تضمنت اعترافا ضمنيا بقيام مسؤولية أجهزة الأمن على فعل الاعتداء ثم هناك اعترافات صريحة صدرت عن مؤسسات من الدولة قصة على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى المناقشات تمت أمام المؤسسات الشريعية والتي تضمنت اعترافا صريحا بمسؤولية الدولة عن هذه الجريمة وعن هذه الأهداء لكن هذا التقدم التفيف لم يتله تحديد هذه المسؤولية الجماعية أو المسؤولية الفرضية للأفراد الذين قاموا بالاعتداء الملف القضائي في هذا الشق يعني في شق تحديد المسؤولية الفرضية لا زال مفتوحا إذ أنه رغم صدور أمر بعدم المتابعة من ترفق هذه التحقيق فإنه بني على عدم التمكن من وصول إلى هوية الأشخاص لجل نرتكب لتذا بمعنى أنه أبقى إمكانية إعادة تحريك الملف في حالة تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المرتدين أبقاها مفتوحة طبعا نحن كدفاع ولا الأسرة كأسرة نحن لا نبحث بالضرورة عن المسؤولية الفرضية لكنها مع ذلك تبقى مسؤولية قائمة ولا بد للأشخاص لجل نرتكب هذا الفعل فعل اعتداء الذي أودى بحياة المرحم كامل العماري إبراءا لدمتهم وإحققا للتاريخ أن يخرجوا لنا بالحقيقة هذه هي الحقيقة التي نطالب بها العائلة كذلك لازلت تطالب بالإنصاف فيجب أن تنصف وأن يجبر ضررها الفرضي والجماعي نحن نعلم على أنه كان هناك تقرير قام به مجلسة وطن الحقوق الإنسان نتيجة تقصن الحقائق في علم المكان لكن هذا التقرير اللي حد الآن بقي حبيسة أدراج المجلس وألفيت نسخة منه في الملف لكنها لم تنشر بصفة رسمية وهذا التقرير فيه بعض الجوانب المهمة فيما يتعلق بوجود قمع ممنهج خلال أيام يعني 22 و29 مايه 2011 بمعنى أن الأمر لا يتعلق بحادث عراضي أو بطيش فرضي أو حتى بطيش محلي في مدينة الأسفل وإنما هم القمع الذي تسلط على جميع أنشطة حركة 20 فضراء الآن خلال هذه الفترة وهو قمع استمر في الحركات الاجتماعية والحركات الاجتماعية ولازال مستمرا لحد الآن في قمع جميع أشكال التعبير عن الرأي وعن الاختلاف وعن الموقف السياسي الذي سجل كذلك هو أن هذا الملف هو وجه من وجوه تكريس الإفلات من العقاب بمعنى أن جميع مخرجات مسلسل الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بتحقيق الحكامة الأمنية وفي عقلنات تدخل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين في نطاق قانوني ذهبت أدراج الرياح في مثل هذه الملفات ومنها في ملف المرحوم كامل العماري بمعنى أن الفاعلين طبعا الذين أكيد أنهم معروفين لدى السلطة لا زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب ماذا ننتظر من هذا الملف بعد عشر سنوات؟ طبعا نحن كحقوقيين أو نحن كهيئة الدفاع لدينا التزام بالوفاء تجاه هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص الذين قدموا تضحيات حتى لفائدة من استفادوا من دستور 2011 حتى لفائدة من استفادوا من دستور 2011 قدموا تضحيات لأنهم هم الذين أسسوا لهذا التغيير الطفيف الذي وقعه لكن الالتزام الأساسي هو في نظرتنا لبناء المستقبل فإن تصفية هذه المظالم وتصفية هذه الملفات مسألة أساسية لبناء اتقال لا يمكن أن نبني نموذجا حقوقيا أو نموذجا تنمويا كفى مكان دون أن نحصل على أجوبة صريحة لمثل هذه الملفات ونحن نعلم أن من بين الأمور التي تبني المستقبل وهو الحصول على الحقيقة كاملة أنا أقول على أن هذا موضوع وهذا موضوع لن يطاله النسيا أبدا لماذا؟ لأن الناس تراهن على أن ذاكرة الشعوب قصيرة لكن الحقيقة تظهر على أن ذاكرة الشعوب على العكس طويلة جدا وأن الأشخاص الذين ساهموا في تضحيات بناء مغرب الاستقلال وفي تضحيات بناء مغرب الدولة الحديثة لا زالوا يحضون بالاحترام والتقدير في ذاكرة الشعوب ولا زالت الشعوب تستحضرهم صحيح على أنه ربما الضرف الحالي لا يسمح بأن تكون تلك الذاكرة حية واضحة بشكل كبير لكن هذا لا يمنع على أنها موجودة في ضمير الشعب ولن ينسى الشعب أبدا هؤلاء الأشخاص باختلاف تلاوينهم وباختلاف مراحلهم التاريخية الذين قدموا تضحياتهم في سبيل مغرب الحرية والكرمة والعدل الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة